تعاني ليبيا منذ سنوات من صراع مسلح إذ تنازع ميليشيا خليفة حفتر حكومة الوفاق المعترف بها دوليا على الشرعية والسلطة في هذا البلد الذي يسوده منذ الحادي والعشرين من شهر آب الماضي وقف لإطلاق النار تنتهكه هذه الميليشيا من آن إلى آخر ومع وصول طرفي النزاع إلى نتيجة تفيد باستحالة الحل العسكري للأزمة التي امتدت لسنوات الأمر الذي تزامن مع تحقيق قوات الوفاق سلسلة انتصارات مكنتها من السيطرة على محيط العاصمة ترابلوس ومدن أخرى تصاعدت تحركات دبلوماسية للتوصل إلى حل سياسي ينهي النزاع الليبي ويمضي بطرفي نزاع في طريق إيجاد حلول سلمية للأزمة في البلاد بوادر الحلول هذا أكدها ما كشف عنه عضو وفد المجلس الأعلى للدولة الليبي عبدالسلام الصفراني مؤخرا عن توصل الفرقاء الليبيين إلى بعض التفاهمات على أساس إنهائها خلال الجلسة الأخيرة من جلسات الحوار المنعقدة بمدينة بوزنيقة المغربية حيث يبحث الطرفان كيفية تقاسم السلطة المحرك الرئيس للصراء من خلال إعادة تشكيل المجلس الرئاسي وتوحيد الحكومة الصفراني الذي تحدث في تصريحاته باسم الوفدين المتفاوضين بيّن أن النقاش بين وفدي برلمان طبرق والمجلس الأعلى للدولة الليبي انصب على الانقسام السياسي والمؤسساتي الذي تعيشه ليبيا وكذلك على المادة الخامسة عشر من اتفاق صخيرات الذي وقع عام 2015 التي تنص على إنشاء سبع مؤسسات مشيرا إلى أن تركيز أعضاء المجلسين على الهيئات الرقابية مرده شعورهم بأن هذا الأمر هو هم كل ليبي وأن تدهور الخدمات في ليبيا واستشراء الفساد فيها كان بسببه ومع مواقف وتصريحات قادة ميليشيا حفتر الأخيرة والتي عكست رغبة في وضع عراقيل جديدة أمام المساعي الحالية لإطلاق عملية سياسية جديدة وإطلاقها وابلا من صواريخ جراد تجاه تمركزات قوات الوفا في خرق رابع منذ أعلان وقف إطلاق النار هل تصمد مسيرة السلام الليبية أمام خروقات حفتر الجديدة التي قوضت في الماضي القريب اتفاق صخيرات